مرحبا برج الحوت اهلا فيك فقراءتك العامة لشهر يونيو شهر 6 الغراءة راح تكون حق الطالع الشمسي وايضا القمري عزيزي برج الحوت راح ابتدي معاك بالجانب العملي ومن ثم نرقي ونظرة على وضعك العاطفي وننتهي بالاخبار القادمة في طريقك خلال هذا الشهر الوضع العملي ممكن يكون الدراسة المشاريع البسنس وحتى الوظيفة اول كرتز هنا عندنا راح يكون تبع الطاقة الحالية الامبراطور حدد هدفك وصلت الى مرحلة يا برج الحوت تستحق فيها ان تقوم او لك القدرة ان تقوم باتخاذ قراراتك الخاصة ولكن انا اشوف برج الحوت هنا ما في احد يتفضل عليك بهاي المكانة هذه المكانة انت حققتها لنفسك بسبب اجتهادك بسبب انا صبرت كثيرا من اجل ان تنول شهادة معينة وظيفة او حتى اموال انت عبت الامبراطور لا يستيقظ على منصبة بين يوم وليلة في اجتهاد في سنين من العمل والتدريب اجتهاد وان شاء الله راح تبتدي ما راح اقول لك هنا ما اشوفك تحصد ثمار كثر ما انه تقعد تعيش امتيازات يعطيك هيها هذا المنصب هذا المكان الاجتماعي او حتى الوظيفية الجديدة اللي انت راح تحصل عليها بداية بهذا الشهر هي نتيجة تعبك وجهتك لوحدك الطاقة اللي طالع منها يا برج الحود طاقة برج الثور اهني عندنا الحمل في الامبراطور وهني برج الثور الهايروفانت او المأذون نعم اشوفك اهني انت تعارف لما يقولون بالانجليزي دفعت الثمن اللي لازم ان ادفعه من اجل ان انجح من اجل ان اكون يعني انسان استطيع ان اتخذ قرارات خاصة عندك نوع من الاستقلالية راح تتمكدع ايضا فيها خلال هذا الشهر طاقة المستقبل برج السرطان ثلاث كرتات رئيسية من التارو العربة اشوفي هني يا برج الحود ينتظرك اما سفر سوري اما سفر سفر او انتقال عندنا هني بعضكم راح يحاولون يحصلون على رخصة ممكن تكون رخصة المزاولة مهنة معينة شهادة احترافية بعضكم يحاولون ان يدربون من اجل السياقة ينتقلون يضطرون هني ان ينتقلون من مدينة الى مدينة من اجل الجامعة عندك انتقال سواء كان جسدي او حتى في الحياة بشكل عام يعني تنتقل مثلا من تلميذ الى موظف من تلميذ ثانوية الى تلميذ جامعة من موظف الى منصب اخر عندك انتقال جميل جميل خلال هذا الشهر الطاقة اللي راح تحتاجها تسعة الاخصان تسعة الاخصان مثل ما قلتلك ليش ابتدت هني معاك القراءة اقولك ما في احد عطاك او تفضل عليك بالامتيازات اللي راح تبتدي تعيشها فهني لا تحس في هذا الكارت يقولك لا تحس انك مدين للاخرين باي شيء دعونا نشوف النتيجة عشرة السيوف في اشخاص راح يحسوني هني ولكن ما عليك انت مش مشكلتك في اشخاص راح يبددون يقولون برج الحود تغير علينا برج الحود من حصل على الوظيفة الفلانية او افتتح المشروع الفلاني اوكي تغير علينا صار شايف حاله طلعت الوان الحقيقية ولكن ما عليك من هذا الكلام كله ما عليك من الذنب اللي حالون ان يحسسونك فيه لان عزيزي مثل ما اشوفه هني امتيازات استقلالية حتى مو فقط امتيازات مادية امتيازات راح تحصل عليها بسبب قاعد ترتفع عتبة مش خطوة عتبة كاملة انت على وشك ان ترتفع لها خلال هذا الشهر لا تنسوا ان احنا مقبلين على العطلة الصيفية الكثير من الاشخاص راح يسافرون نعم ويضا الكثير من التلاميذ راح ينتقلون من مرحلة الى مرحلة اعلى خلنا نوضح لكوت الامبراطور ثمان الخماسية شنو قتلك العمل المظني التركيز في العمل احنا نعمل والناس قاعدين يستمتعون يخرجون يتسامرون احنا كنا نقضي كل وقتنا وجهتنا وتركيزنا في العمل هذا هو كأنما اللي قاعدة اشوف الحكاية وراء النجاحات اللي راح تأتي في طريقك وراء الراحل اللي انت راح تكون مستعد ان تعيشها بداية من هذا الشهر خلنا نوضح كرت برج الثور وهو المعلوم نفس الشي العالم السفر الارتحال الانتقال هذه كرت ايضا يعني التخرج اشوف اهني لا تنسى انك يا برج الحود كرتك هو في التارو القمر وايضا الهاي بريستس وهي العالمة كروت تحيطها الكثير من الغموض طاقة الغموض طاقة الامور اللي خلف الكواليس اشوف هني عملك نفسه اجتهادك لان تحصل على مرادك كان دائما خلف الكواليس من اجل ذلك يمكن هؤلاء الناس مش وعين ان انت كنت اجتهد ليش لما انت هني قاعد تجتهد اشوفك في وقت الناس فيه ساعين عنك ما يلاحظونك في وقت الليل في وقتهم بعيدين عنك فيه من اجل ذلك يستيقظون يوم من الايام يقولون برج الحود حصل على كل شيء بسهولة على القبول في الجامعة نجح في امتحانات الجامعة او نجح حتى في مقابلة العمل الجديد مهما كان الوضع لك خذ القراءة بما يناسبك خلا نشوف العربة كارت برج السرطان عندنا هني كارتين طاقتهم نارية ممكن يكون حامل اسد وقوس فارس الارض الفارس الحذر البطيء عكس طاقة العربة العربة دائما تمثل الاندفاع والسرعة هني قاعدة اشوف تعرف تأتينا اوقات في الحياة برج الحود انه مو فيها يكون بطيء انت الحمد لله خارج من هذه المرحلة خرجت بعضكم خرجوا وبعضكم على وشك ان يخرجوا تخرجوا من المرحلة اللي تعرف انت تحاول كثيرا ولكن نتائج او المقابلة اللي تحصل عليه مقابل اجتهادك قليل قليل وبطيء وما يدر عليك الكثير من النتائج بسرعة ما تحصل على الكثير من الاموال بسرعة كانت فترة متعبة في الماضي ولكن كل هذا رح يتوقف او يتغير ابتداء ان شاء الله بهذا الشهر نوضح تسعة الاغصان خمسة الخماسيات خمسة الخماسيات او الرقم خمسة هو دائما الرقم الافتقار هذا الكرت ايضا يقول لنا احنا مش المفروض علينا ان نسمح للمشردين الاشخاص اللي الحين صاروا يعرفون قدرنا ويعرفون مكانتنا ومنصبنا نسمح لهم بالدخول والولوج في حياتنا لان عندك فوقها كرت يقول ممنوع الاقتراب ممنوع الاقتراب مثل ما انت وان كانوا محتاجين الاخخاص اللي رح يطلبون منك المساعدة او حتى يطلبوا الاقتراب منك في الفترة القادمة يريدون ان يقتربون من شخص ابتداء يحقق نجاحات في حياة العملية لان هنا اشوفهم كأنما لم يؤمنوا فيك لما انت كنت بحاجة لما انت كنت في هذا الموقف هم لما يساعدوك ولم يؤمنوا فيك اخر كرت اللي يسئنوني ليش لما تسقط الاوراق الاوراق ما ااخذها كلها لما تسقط تكون بهذا الشكل ما ااخذها لما تنقلب واحس انها تخص القراءة ااخذها فكل الموضوع يخص نيتي الخاصة في اخذ الاوراق اخر كرت انتهاء مرحلة مؤلمة عندك عشرة السيوف ولكن يتبعها لم يشمل هذا الكرت دائما يعني لي اجتماع السعادة لان اذا كرت اللمه في البيت السعادة الاسرية وجانبه الفرصة الجديدة الاموال القادمة في الطريق كأنما قاعدة اشوفي هنا وهذه طاقة جدا جميلة يا برج الحوت انت من الابراج الوفية خصوصا لما تكون طاقتك ايجابية لما تكون في عنصرك الاجابي من الابراج الكريمة السخية اللي تعطي ولكن تعطي لمن تحب قاعدة اشوفي هنا اول مثلا اول ما تدخل الجامعة اول ما تحصل على اول راتب اول مرتب اول دخل اول شهر من مشروعك الجديد على طول رح تأخذها وتتشاركها مع الاشخاص اللي تحبهم تتشاركها مع الاشخاص مش احني الاشخاص اللي لم يؤمنوا فيك وكانوا دائما ضدك او ينتقدونك ومن ثم حين يطالبون ان يدخلون في حياتك يحصلون على جزء من هذا النجاح يتشاركون معاك وعيشون معاك هاي النجاح لا هؤلاء الاشخاص هم من بين جدا من المقربين اللي يحبونك ويحبون يشوفونك ناجح وبخير الاشخاص اللي يدعون لك بالتوفيق الاهل الام الاخوان الخوات الزوج اذا كان موجود الاب الجدة والجد هاي النوع من الطاقة اللي جدا مقربين وانت واثق مليون في المية انه دائما يريدون ويتمنون لك الخير او هذي ممكن حتى تكون النصيحة لك انه نعم في اشخاص انت عارفهم لازم تتركهم بعيدة عنك ما تعطيهم مجال يدخلون حياتك تشاركون معاك ولكن في اشخاص اللي وقفوا معاك من البداية وساندوك كن كريما معهم تذكرهم لانه عندما انت شوفك هنا يا برج الحود كنت لا تملك شيء كنت قاعدة تمر في صعاب هذي اولاء الاشخاص قدموا لك كل ما يملكونه وهي فعلا بالطاقة هذه العامة دائما هي طاقة الام الاب دائما هم لا يملكون الكثير ولكن يعطونا كل ما يملكون تذكر هذا الموضوع او تذكر هاي الطاقة فيه اول نجاح اول اجتياز اول مرتب او اموال تأتي في طريقك هذي كانت رسالتك العملية رح انتقل الحين الى القراءة العاطفية العامة مثل ما عودكم القراءة العاطفية المفصلة رح تكون ان شاء الله في فيديو منفصل خلال شهر اليوميو وايضا القراءة العاطفية ممكن تكون جدا معكوسة يعني لما اتكلم عن الشريك احتمال اني اتكلم عنك وايضا العكس اخذ الجانب اللي ناسبك من القراءة قاعد اشوف حب جديد واعجاب جديد ممكنت لك انت رح تنتقل في الحياة العملية في انتقالك للمكان الجديد سواء كان جامعة مشروع تديره وظيفة جديدة فيه شخص رح يعجب فيك بغض النظر من اللي موجود عندك في الماضي هذا شخص جدا جديد تقع عيناه عليكم من اول يوم يدرك ان هو جدا معجب فيك عشرة الاخصان كأنما اشوفك هني انت اللي يا برج الحود ما عندك مجال تستوعب الحب او الاعجاب مش من فتح من اجل الحب هل مرنت بتجارب او ما اخذ فكرة سيئة عن العلاقات بشكل عام؟ عشرة الاكواب نعم لازم تدركهني اذا ما تنهب الطاقة القديمة عندك طاقة الخذلات طاقة الالم طاقة اللي انا جربت احب من قبل جربت ارتبط من قبل وما اتاني الا الاذية من الناس عندك هاي النوع من الطاقة تبكر الماضي وشلو ناثر عليك الماضي تقول ماريد بعد ماضي مرة ثانية اريد ادخل في حب ورد اخسر توني حين انا مستعد لبداية جديدة ولكن هني الرسالة لك مقابل عشر الاخصان عشر الاكواب اذا احنا ما نخاطر ما نقدر نحصل على مرادنا الانسان ما يحصل على اللي في باله الامنية نزيل عن طريق ان يظل قاعد مكانه وينتظر الحب انه هو يدق بابه يكون هو دائما مثلا ممتنع تسعة الاكواب هذا شيء انت لطالما تمنيته لطالما تمنيته ولكن رح يأتيك في وقت يدق بابك في وقت انت ما تتوقع اشوف عندنا الكثير من طاقة الماء ولكن الشيء الوحيد اللي لازم تسويه انه انت تكون نفتح من اجل الحب ذراثة الاكواب الاحتفال اشوف هذا شخص ما يحب يلف ودور مثل العلاقات او التجارب السيئة اللي انت مريت فيها في السابق هذا شخص احب يدخل في الموضوع دغري ويوضح مشاعره ايضا بسرعة هنا عندنا كارتس الاحتفال يبين لي انه بسرعة يتجه نحوك يبين لك مشاعر يعطيك اهتمام الكثير من الاهتمام يغرقك بالاهتمام خصوصا امام الناس احب ان يبين مكانتك في قلبه امام الناس هذا هو الشخص اللي ممكن يكون توه دخل في حياتك اشوف نيتها جدا ممتازة وطيبة وممكن على وشك ان يدخل نوضح الكرتات الكوب الاول ملكة الارض احتمال انها من برج ترابي اشوف هنا طاقة الماء ممكن يكون ايضا برج مائي ولكن الطاقة الترابية اقوى عندي عذراء جدي وثور لا تنسى ان في قراءتك العملية كان عندنا كارت برج الثور المأذون هنا انت هنا كأنما قاعدة اشوفك تفكر يمكن في فارق سن بينكم او فارق في المنصب فارق في البيئة في فارق ما بين طاقة الماء او طاقة التراب فارق ديني مذهبي فارق في الجنسية حتى قاعدة تفكر ليش هذا الشخص تشوف ان انسان زين تتساءل مع نفسك ليش مرتبط ليش الحين قرر يتطبط فيني انا لماذا اختارني انا عندك شوية طاقة شك في نوايا هذا هي طاقة عدم السماح بالاقتراب الدفاع اللي قلتلك لازم تخرج منها عشان تحصل على امنيتك في الحب الامنية اللي يمكن استسلمت عنها من وقت طويل التمبرانس التوازن الاعتدال يعني كأنما يقول لك هذا ايضا كرت يعني الصبر ساعات احنا نتمنى وايضا الملاك في يدك وبين قاعد يوازنهم ساعات احنا نتمنى ساعات نتمنى اشياء ونكون مستعدين لها وما تأتينا ما تأتينا لازم نكون هنا ايضا بعد اشوف الايمان نؤمن ان في الوقت المناسب بالشكل المناسب رح نلتقي الشريك اللي يستحقنا فهني كأنما يقول لك لا تخطأ بالخلط بين العلاقات السابقة اللي مريت فيها بتجارب سيئة اشخاص غير جادين اشخاص 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 شنو اللي جراحك وتعبك ان هاي الاشخاص العلاقات السابقة الشريك السابق كان غير مستعد ان يحارب من اجلك دائما ينسحب دائما يتركك ان تواجه الظروف والمصاعب لوحدك اهني يقول لك لا تزر في هاي الكو قاعدة اشوف في هاي الكرت لا تزر وزر وزر اخرى مش كل الناس على شاكله وحده ومشكل اصابعك سوا لان جدا الشخص القادم في طريقك اشوفه شخص ان شاء الله جاد وممتاز خلقا وخلقا سوري خلقا وخلقا خلا نشوف تسعة الاكواب تسعة الاكواب اوضح من جذي ما فيه ما تسعة الاكواب رقم تسعة هو رقم الشي الفردي يعني واحد خلا نقول التسعة هو الواحد امنية واحدة قديمة عندك بخصوص الحب بخصوص لما كانت مشاعرك لحد الان غير مخذولة بشكل عام تجاه الحب لما كنت لحد الان تؤمن بفكرة الحب نفسها نعم ما صارلك نصيب في السابق ولكن الحين الحب نفسه قاعد يطرق ابوابك هل رح ترفض شي انت لطالة ما تمنيتها نوضح اخر كرت كرت برج الميزان العدالة كرت برج الميزان وايضا الامبراطورة كرت برج الميزان هذا شخص قلت لك من البداية حتى قبل ان اشوف الكرتات التوضيحية في ثلاث الاكواب قلت لك هني يريد ان يدخل من الباب على طول جاد على طول واضح اشوفي هني قاعد اتكلم مع شخص من برج الحود عانى عانى في علاقة سابقة مع شخص سابق نوعية الشريك السابق كان جدا عكس الشريك القادم في طريقك الشريك السابق ماذا ما قلت لك انسحابي ما يحارب من اجلك ما يثبت اي شي من اجلك يخليك دائما لوحدك في مواجهة المصاعب غير جاد اول ما تكلم عن الارتباط او تحاول ان تدفع معاه موضوع الارتباط تشوف منه طاقة انسحاب طاقة انت لوحدك في هذا الموضوع الشريك القادم اللي اشوف انه راح تلتقي فيه عن طريق العمل الجديد او المرحلة الجديدة اللي انت مقبل عليها شريك جدا ناضج واثق مما يريد وعلى طول يروح لما يريد ليش لانا عندنا هنا كرت الاحتفال يحتفل فيك امام الناس بمكانتك يبين ما يداري ما يخبيك عن الناس يقول يسوي نفسه ما يعرفك لا واضح فيه اعجابه لك وعلى طول تحت كرت العدالة الامور القانونية عقد الزواج الرسمي وتحت كرت الامبراطورة وهي الامرأة الحامل نية واضحة انسان تغري مثل ما نقول ما عنده يمين يسار يمكن انت هنا شوي تستغرب بسبب فارق السن فارق الجنسية تحس انه مثلا مواصفاته جيدة فلماذا لم يرتبط فيه لماذا لم يرتبط قبل ان يلتقيك انت هنا شذي قاعدة اشوفك تفكر ولكن هذا الشخص لم يجد الشريك المثالي لم يجد الشريك المثالي انت هنا قاعدة تفكر في اسباب لماذا اش معنى انا لما انت تكون الشريك المثالي بالنسبة لو فيه بينكم نصيب وتوفيق من الله الموضوع طبيعي رح يمشي بالسرعة اللي قاعديني نشوفها في القراءة كرت العدالة قاعدين اشوف ان هذا الشخص على طول مستعد او عندنية واضحة ان يتوجه الى المأذون اللي شفناهني مأذون الزواج الوالد الوالدة ويكلمهم في موضوع الارطباط الرسمي يريد هذا دائما انسان يعني شوية ملتزم جاد وملتزم يريد ان يدخل معاك البيت من بابا كأنه حتى ما يريد ممهتم في العلاقة والحب قبل الزواج نعم فيه اعجاب قبل الزواج يريد ان يدخل على طول في الزواج نفسه وعندنا كرت الامبراطورة اذا انت وفقت على هذا العرض اتوقع ان شاء الله يبرج الحوت انه رح يكون فيه حمل سريع مم بس حمل سريع هنا يتكلم هذا الكرت عن الوفرة مو انت هنا اقلت لك مجرد اعجاب قبل الزواج ولكن بعد العشرة الامور رح تمشي بينكم وفي العشرة رح تطور بينكم العلاقة والاحاسيس والارطباط بشكل جدا سريع بشكل يتخطى توقعاتك افضل من توقعاتك عزيز برج الحوت هذه كانت قراءتك العاطفية رح ننظر الى الاخبار القادمة في طريقك ممكن تكون اخبار متعلقة بفحوصات بتأشيرة عمل بطلب حجرة موافقة على مشروع اي اخبار انت بانتظارها ملك الاكواب في خبر بالموافقة مو فقط الموافقة رح يكون في ثقة من هاي الاشخاص بانك تكون على قد المهمة هادي بعضها هذا كرتك انت كرت العالمة موافقة عليك ممكن جدا ان تكون تحاول تدخل مثل ما قدت لك الجامعة تحصل على وظيفة لان هني اشوف الموافقة شخصية باسمك باسمك الخاص مو باسم شركة باسمك الخاص تقبل في وظيفة تنقبل فيه او حتى هني بعد اشوف ينادونك بالاسم هل انت بانتظار مثلا حفل تخرج ينادونك بالاسم يمكن في هني شركة توظيف او شخص لاحظ ادائك من بعيد انتبهلك فقبل حتى ان تعرض نفسك عليه تريد ان تقدم على الوظيفة على الجامعة وهم ينادونك بالاسم او يطلبونك بالاسم او كي اربع الخماسيات قاعد شوية انت اشوفك هني تعاين تعاين كل خياراتك تريد ان تختار الافضل لنفسك ما تريد تتسرع في اتخاذ القرار ولكن قرار تأثيراته راح تكون ان شاء الله جدا ايجابية اخر كارت فارس السيوف هل انت خائف من المسئولية ما ادري هل انت خائف من الانتقال عندك شوية خوف ايضا هاي الكارتين يبينون لانك خائف مش خائف كثير ما عندك شوية قليل جدا ترقب من المستقبل لانك داخل في مرحلة جديدة منتقل مثلا من مرحلة ثانوية الى جامعية من مرحلة خريج الى مرحلة موظف فعندك شوية تريد ان تبهر الناس تريد ان تثبت نفسك عندك مهمة تريد ان تحققها ففي الفترة القادمة ايضا النصيحة لك ان تكون مركز مركز وجاد وعلى قدر المهمة في هاي الموضوع رح اشوف لك الكارت التحذيري تبع الطاقة التحذيرية لهاي الشهر الريفر كوين بالضبط ملكة النهر ثرافة زائد الستة تسعة قلت لك هذا الشهر عبارة عن رح تحصل على امتيازات بسبب جهودك الفردية ورح تدخل في المرحلة الجديدة ايضا منفرد النجاح اللى انت مقبل عليه فردي يعني اتكلم لك عن الفلو الحركة الانسيابية لان طبعا طاقة الماء وهي طاقتك الطبيعية هي حركة طبيعية ما ندفعها ما نتحكم فيها الماء ينساب لازم ندع امور قديمة تنضي ان كان في حياتنا هنا قاعد يقول لك لا تخلي اللي حدث في الماضي يؤثر او يحكم عليك انت حتى يحكم عليك شلون تنتقل الى المرحلة التالية تحمل معاك نوع من المتاع القديم من المرحلة السابقة natural movement الحركة بصورة طبيعية لا تحاول انك مثل ما نقول هنا قاعد اشوفك رح تدخل في طاقة مش طاقتك تريد ان تثبت نفسك تريد ان تكون جاد تريد ان تثبت نفسك في المرحلة القادمة هنا نصيحة لك ان انت ما لازم تسوي اي شي زيادة عن الامور اللي كنت تسويها في السابق يعني اذا كنت دائما مجتهد في الدراسة في العمل تصرف على طبيعتك هذا اللي كنت تقول لي تصرف على طبيعتك لان الماء هو عنصرك الطبيعي هنا اشوفك بعد تحاول تاخذ طاقة هوائية طاقة العقل الذكاء تحاول تثبت نفسك تتصرف بذكاء في مثلا المقابلة الوظيفية لا تطلع من طاقتك طاقتك هي افضل ليش اقول لك طاقتك لو اتى برج هوائي وحاول ان ياخذ شوية طاقة مائية مثلا عشان ينجس فيها شي معين ممكن ولكن لازم تدرك ان لا البرج الهوائي رح يتمكن من الطاقة المائية مثلك انت ولا انت رح تتمكن من الطاقة الهوائية مثل البرج الهوائي نفسه فكل واحد عنده سيطرة وتحكم اقوى على الطاقة اللي انولد فيها كن على طبيعتك لا تحاول تتصنع ولا تحاول تمشي على خطة شخص اخر تشوف مثلا ابن عمك زميلتك في الدراسة حتى هذا هو التحذير حين سمعته بشكل واضح مثلا عندك صديقة او صديق دخل الى الجامعة ودخل الى التخصص الفلاني وتروح تتبعه انت هنا حركة الماء مسارك مختلف عنهم فلا تحاول ان تمشي على خطاهم مثلا اذا احد الوالدين درس في الجامعة الفلانية تريد ان تمشي على خطة تخصصاتهم في العائلة تخصصات معينة كلهم مثلا اطباء تريد ان تمشي على خطاهم خل يكون لك بصمتك الخاصة في اي موضوع انت مقرر تدخل فيه او تقبل علي عزيزي نشوف ما هي الطاقة الحيوانية اللي راح تحتاجها خلال هذا الشهر بابن الله اوكي كارتين مقلبه استارفش عنصرها ايضا مائي معناته رسالة تأكيدية كن في عنصرك المائي كن على ضبيعتك نجمة البحر تتكلم عن الجاذبية الجمال السطحي وايضا الكاريزما وعندنا الترانشولا العنكبوت الذئبي اتوقع وعنصره ناري في الفترة القادمة كأنه مهني لك نصيحة انه مش محتاج مثل ما قلت لك ان تأخذ طاقة هوائية تصرف على طبيعتك وخلي الاخرين يشوفون ابداعك الخاص المجال اللي راح تدخل فيه ما يريدون شخص جاد كثير العمل يملكون الكثير من الاشخاص اللي تدي ركز على الجانب الابداعي ليش لان اشوف العنكبوت مع انه جدا مبدع وجدا متميز ولكن ما فيه كائن ثان يقدر يقلده طريقة حياكته مختلفة يريدون منك الابداع التمييز الاختلاف هذا اللي راح يخليك تصل الى مبتغاك في فترة اقل في فترة اقل اسهل من لو انك تحاول تاخد طاقة انت مش متمكن منها تحاول تقلد شخص او تمشي على خطه لا انت عندك هنا مواطن قوة خاصة فيك استخدمها مثلا اشوف انا كثير من الاشخاص عشان يحضرون طبق معين يدخلون المطبخ وينظون ساعتين وثلاث ويكون طبقهم جدا جميل ما راح اقول لكم متميز طبق تقليدي جميل ولكن دائما برج الحوت لما مثلا يدخل المطبخ خلال نصف ساعة اربعين دقيقة يطلع لك بطبق مبتكر من صنع الخاص ابدا ما في مثله يعني ما في احد ما في فيديو شاهده وقلده طبق الخاص وفي وقت اقل وقياسي هذه الطاقة اللي محتاجها ركز على ابداعك الخاص هم محتاجين لهذه الطاقة منك وهي اللي راح ان شاء الله توصلك الى هدفك علي جبرج الحوت هذه كانت قراته جميلة ترجمة نانسي قنقر